بين إقرار وتعليق يتأرجح قرار فرض أمريكا عقوبات على وحدات بالجيش الإسرائيلي إذ أفاد مصدر مطلع وفق رويترز أن واشنطن تلقت معلومات جديدة من تل أبيب بخصوص وحدة نتساح يهودة وعلى ضوء تلك المعلومات فإنها لا تزال تنظر في الأمر ولم تتخذ قرارا نهائيا المصدر أضاف أن واشنطن تبحث أيضا ما إذا كانت الوحدة في طريقها للإصلاح ولكن إذ لم يحدث ذلك فستكون هناك قيود على تقديم المساعدات الأمريكية ما قد يعني أن المعلومات الجديدة قد وضعت حدا لأي قرار مشيك يتعلق بتورط الوحدة في انتهاكات لحقوق الإنسان بالضفة الغربية وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين كان ذكر الأسبوع الماضي أنه اتخذ قرارات بشأن الاتهامات للوحدة العسكرية الإسرائيلية قائلا إن نتائج قريبة جدا ما أثار توقعات باتخاذ إجراء عقابي وشيك نية واشنطن تلك دفعت رئيس الوزراء الإسرائيلية بنيمين تينياهو إلى التهديد قائلا إنه سيحارب ضد فرض أي عقوبات على وحدات الجيش الإسرائيلي ليأتي الرئيس جو بايدن ويفاجئ الجميع بتعليق أو إلغاء تلك العقوبات المنتظرة بحسب رسالة بعثها الوزير بلينكين إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون وفق ما أفدت شبكة ABC News الرسالة أوردت أيضا أن الإدارة الأمريكية توصلت بالفعل إلى أن ثلاث كتائب تابعة للجيش الإسرائيلي واثنتين مدنيتين ارتكبت انتهاكات قبل هجوم السابع من أكتوبر وأنها لا تزال مؤهلة للحصول على المساعدات الأمريكية بغض النظر عن الخطوات التي قالت تل أبيب إنها ستتخذها لمعالجة المشكلة والتحقيق في الموضوع ترجمة نانسي قنقر